السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 29 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9.41 دقيقة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 10.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5.16 دقيقة بعد العصر عصر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم معناة الناس من حون في هذا اليوم بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال برضو جيدة هاي الفترة للاستثمار وشراء المجوهرات الثمينة ومنكون جرئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لألنا القمر اليوم بشكل أول زاوية قبل خلو المسار وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بتجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة صباحا خلص القمر بنتقل وبيستقر في برج العذراء عشان هيك بنعود لطبيعتنا الجادة منه لمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية أو انضمام لنادي وبرضو بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ممكن نذهب للعمل بحيوية ونركز في جميع التفاصيل واندقيق بكل شيء منكون منظمين جدا في هاي الفترة الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر حاولوا أنك تحذروا من الوهم والوسواس في هذا اليوم هذا أفضل وقت للتخلص من عدد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا القلب الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم اللي هي أجهزة الإحساس، العيون، والأذنين هاي اللي بتصير أكثر حساسية طبعا اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يفضل مراجعة الطبيب طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم مش بفترة خلو المسار طبعا وأيضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي ولكن بما أنه ذكرنا أن الأجهزة الأكثر حساسية عنا العيون وخصوصا من ساعات الصباح فعملية التجميل اللي تتعلق بالعيون ما مننصح فيها القمر بما أنه رح يستقر في برج العدراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة 9.38 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش وبينتهي الساعة 10.19 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحصار الهلال عمره 27 يوم الساعة 12.18 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد منتصف هاي الليلة اللي بعد كم ساعة أو بعد ما يبدأ نبدأ بهذا النهار بـ 18 دقيقة نبدأ باليوم الثمانية وعشرين نسبة الإضاءة اليوم 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 5% القمر في الأسد ورح ينتقل للعدراء ورح يظل في العدراء اليوم 11 سعيد بنسبة 5% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعة الظهر سعيد بنسبة 5% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعة العصر منتحس بنسبة 40% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 عشرة بعدين يبدأ بعملية التراجع منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وقرى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل العاطفة قوية لديكم وبرضو في رغبة للتقرب من الأحبة أو الأبناء وأيضا بتظل فترة جيدة للترفيه أو الاهتمام بالذات أما من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لصحكم أكثر لأن القمر رح يصير في البيت السادس اللي بيأثر على الصحة وبيأثر على العمل فبيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتكون تنظموا وقتكم بشكل جيد وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي مشاكل مع زملاكم بالعمل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح رح يظل التركيز على أمور تتعلق بالبيت والعائلة حاولوا أنكم تتجنب وإدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وانتبهوا لمسؤولياتكم ممكن تظهر بعض العطال المنزلية أو الاهتمامات العائلية أما من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات والحظ بيدعمكم في بعض المجالات وأيضا اليوم ممكن تمارس هواية وتجد بعض الحظوظ بتدعمك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء جيدة من الآن وحتى ساعات الصباح وبظل في نشاط بالتنقلات والاتصالات والحوارات والرغبة بالاهتمام بكل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية مثل كمبيوتر أو سيارة أيضا الأجواء جيدة بالتواصل وعند قدرها على الإقناع عالي جدا أما من ساعات الصباح وأنا بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تضبط عصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة يجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدنب الدعم ولكن بتجنب شراء أي حاجية ثمينة واحذروا من النصابين والمحتالين أما من ساعات الصباح وأنا بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة ولكن كونوا أكثر وعيا على الطرقات اللي عندهم امتحان أو مقابلة خلال ساعات النهار الأجواء جيدة ودعم لإلكم ولكن حاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحظوظ كثير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنتم نشيطون بظل في نوع من أنواع الطاقة العالية جدا واصلوا عمالكم اللي بداتوا فيها من قبل حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد رغم أن الطاقة ممتازة للتواصل الثقة بالنفس الصحة أحسن بكثير من الفترة الماضية ولكن الأجواء الشوي ممكن تخلي بعض الوساوس أو أشياء ممكن تتعكر مزاجك حاول أنها تخليها تسيطر عليك أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بعضكم ممكن يحصل على بعض الدعم المالي أو المكتسبات المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من الدعم الخارجي حاولوا أنكم تحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة ما تشعر به من تعب وتراجع في الصحة أو تعكر المزاج والأمور المتضاربة أو الأمور المعطلة بتزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم طاقتكم ممتازة ودعم عالي جدا معنوي ونفسي رح يكون هذا اليوم وممكن أشياء كثيرة كنت بتعول عليها في الفترة الماضية ما كانت ماشي معك اليوم ممكن يجيك جواب عليها أو تنحل الأمور برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل النشاط الاجتماعي ولقاء الأصدقاء والدعوات هي المسيطرة لغاية ساعات الصباح ولكن حاولوا أنك تنجزوا أعمالكم الضرورية والمهمة قبل الانتقال لساعات الصباح لأنه في ساعات الصباح رح يوصل القمر لبيت المتاعب حاولوا أنك ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم مش أنه ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل القمر موجود في بيت السم على غاية ساعات الصباح حاولوا أنه ما تدخلوا بأي مواجهة مع رؤسائكم بالعمل وحاولوا أنكم ما تخالفوا القوانين وما تجازفوا في هذا الوقت ممكن تدافع عن سمعتك أو ممكن تحاول تدافع عن نفسك ولكن بليونة وحاول أنك ما تغامر نهائيا أما من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم خلال هذا اليوم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو لقاء ودي أو ممكن تستعين ببعض الأشخاص يساعدوك في مسألهم يعني زي واسطة مثلا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الآن وحتى ساعات الصباح لأنه في بعض المفاجآت في هذا المسألة فما تعتمده كثير على الحضود رغم أنه كثير من موليد برج القوس مزاجهم أحسن عاطفيا وأيضا دراسيا ممكن بعضكم يهتم بمسائل تتعلق بأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو يتلقى خبر سار من خارج البلاد أو خبر داعم لإلوه أما من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لكن بدكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد التركيز رح يضل على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح ممكن تهتم ببنك ضريبة تأمين أو قرض أو حتى حل مسألة مالية تفحصوا حساباتكم المالية واحذروا في أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد أو علاقة مع أجانب ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وخصوصا الطلاب الجامعيون برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراك إلى غاية ساعات الصباح شراكة مالية أو شراكة عاطفية وحاولوا أنكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر واضبطوا أعصابكم ما في داعي للخلافات أو النقاشات الحادة لأن العصبية ضاغطة بشكل كبير عليك لأن طاقتك ضعيفة وأي شيء ممكن أن يستفزك أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت واصلوا عملكوا السابقة وانتبهوا لصحتكم لأنه زي ما حكينا الأمور بتضلها في البيت السادس تهتم بالعمل وبالصحة انتبهوا للصحة ركزوا بشكل جيد على أعمالكم ما تلتهوا بالأعمال الثانوية ركز على العمل المهم قبل ما تنتقل لآخر وحاول ما تدخل بأي خلاف أو نقاش حاد مع زملاك بالعمل من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء